موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة يو اي تي فيا الأوكرانية بالعاصمة كييف أصحابكم فيها أنا محمد زاوي البداية بالعناوي أوكرانيا تدين إجراء روسيا انتخابات مجلس الدومة في شبه جزيرة القرم المحتلة تعتبرها غير شرعية جرح جندياً أوكراني في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لموسكو شرق أوكرانيا أوكرانيا تحصد لقباً عالمياً جديداً في الملاكمة ومركزاً ثالثاً في البراولمبياد بمشاركة تاريخية أدنت أوكرانيا بشدة إجراء روسيا انتخابات مجلس الدومة في شبه جزيرة القرم المحتلة التي اعتبرتها انتخابات غير شرعية وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن أوكرانيا ستطلب فرض عقوبات على منظمي هذه الانتخابات حيث قامت بإرسال قوائم تتضمن أسماء المشاركين في عملية تنظيمها لجميع الشركاء أوكرانيا الدوليين أوكرانيا دعت في هذا الإطار إلى عدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدومة في شبه جزيرة القرم المحتلة وطلبت أيضاً بصورة قاطعة روسيا بوقف عدوانها المسلح والانسحاب من الأراضي الأوكرانية وسحب جميع قواتها يأتي هذا في وقت أعلنت فيه العديد من دول العالم عدم اعترافها بانتخابات الدومة الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا والسويد والدنمارك وإسطونيا وليتوانيا أعلنت عن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في شبه الجزيرة البرمان الأوروبي وصف هذه الانتخابات بأنها انتهاك جديد لأراضي أوكرانيا ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الجورجية إن روسيا انتهكت القانون الدولي وافتتحت بشكل غير قانوني 21 مقراً انتخابياً في الأراضي الأوكرانية المحتلة كان رفعة شوبروف رئيس مجلس شعب تطار القرم قد أعلن أن غالبية تطار القرم قاطع هذه الانتخابات وفقاً لقناة دوشت الروسية هذه الانتخابات شهدت أدنى مستوى إقبال في تاريخ روسيا النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب بوتين روسيا الموحدة ومن المنتظر عدم دخول أي من أحزاب المعارضة إلى مجلس الدوم إلى ذلك يستعد البرلمان الأوكراني لتبني قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة نص القرار سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان يوم الأربعاء المقبل بحسب أندري باروبي رئيس البرلمان هذه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الروسية التي جرت في شبه جزيرة القرم المحتلة سنعمل على صياغة مناسبة لكي لا يتم الاعتراف بالانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم والحقيقة أن هذا الأمر يجعل شرعية كل مجلس الدوم الروسي محل شك نبقى في شبه جزيرة القرم المحتلة حيث أشار مصطفى جيميلوف مفوض الرئيس الأوكراني بشؤون تطار القرم على صفحته عبر موقع الفيسبوك أن تقرير اليونيسكو الأخير يشير إلى تدهور وضع حقوق الإنسان بشبه جزيرة القرم المحتلة وثقة اليونيسكو بحسب الزعيم التطري تتضمن العديد من الحقائق حول مختلف الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان بشبه الجزيرة وعلى وجه الخصوص الإضطهاد والعنف والتمييز ضد السكان الأصليين من تطار القرم وكذلك المواطنين الأوكرانيين إلى شرق البلاد حيث جرح جندي أوكراني في انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لموسكو وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية والمكلف بملف عملية مكافحة الإرهاب أندريليسينكو في المنطقة الواقعة باتجاه لوهانسك قام الانفصاليون بخرق الهدنة في منطقة بوباسنيانسكي بينما لم يتم استعمال الأسلحة الثقيلة هذه المرة وفي المنطقة الواقعة باتجاه دونياسك المعارك الرئيسية شهدتها تقليديا المنطقة الصناعية بأفديفكا كما شن المسلحون هجوما استفزازيا على مواقع القوات الأوكرانية بمنطقة فيرخني طوريتسكو بينما شهدت مناطق سفيتلودارسك وغورلفكا ومطار دونياسك هدوءا نسبيا كانت المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول قد شهدت أكبر عدد من الهجمات المسلحة خلال اليوم السابق تشهد منطقة الشروكنا في الوقت الحالي هدوءا للمرة الأولى منذ شهور يوم أمس فتح المسلحون النار على مواقع القوات الأوكرانية في ثلاث مناطق ستارو جناتوسكي مارينكا وباولو بوليا وذلك باستخدام الأسلحة الخفيفة في الليلة الماضية وفي المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول شن المسلحون تسعة هجمات في الشأن الاقتصادي قال رئيس الوزراء الأوكراني فلودومير رويسمان إن الاقتصاد الأوكراني يشهد الآن حالة من الانتعاش ولكن يتعين على البلاد تسريع وتيرة نموها تسريح رويسمان جاء خلال مشاركته بمنتدى الاتصالات العالمي دايفوس بكييف ووفقا له فإنه ينبغي على الحكومة الأوكرانية وقف الأزمة الحالية وضمان التنمية في البلاد معتبرا أيضا أن المهمة الرئيسية هي تغيير النظام الموروث عن الاتحاد السوفيتي وأشار رئيس المزراء إلى أن الهدف هو سيادة القانون والقضاء على الفساد وتنمية الاقتصادية وسياسة اجتماعية منصفة وأضاف رويسمان أنه إلى جانب العمل مع التحديات الداخلية يجب على أوكرانيا أيضا التغلب على العدوان المعلوماتي الروسي البلاد على مدار 25 سنة كانت قابعة في ظل النظام القديم والذي يمكن أن نسميه نظاما مشوها وهجينا موروثا عن الاتحاد السوفيتي في واقع الأمر هذا النظام ينتج الفساد والمركزية المفرطة للسلطة وسوء إدارة الأموال العامة وعدم وجود كفاءات قانونية ومؤسسات حكومية قادرة على قهر التحديات طيلة السنوات الماضية ونحن منذ ثورة الكرامة وعلى مدار عامين نصير في طريق صعب يملأه التحدي رياضيا اختتمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لعاب البرولمبياد الخامس عشر ومعها أنها الرياضيون الأوكرانيون مشاركة تعتبر الأحسن في تاريخ البلاد 117 ميدالية منها 41 ذهبية 37 فضية 39 برونزية ومركز ثالث بعد كل من الصين والمملكة المتحدة الرياضيون الأوكرانيون أبهروا وأبدعوا في هذه الألعاب حيث كانوا محط اهتمام وإعجاب خلال الأيام المنافسة نبقى في الرياضة حيث أصبح الملاكمة الأوكراني أليكساندر أوسيك بطل العالم في الوزن الثقيل بصغة الاتحاد العالمي للملاكمة وذلك بعد تغلبه على خصمه البولندي كشيشتوف غلافاتسكي في المنازلة التي جمعتهما بمدينة جدانسك البولندية ابن مدينة سينفيروبل فاز بإجماع الحكام على خصمه البولندي محققا رقما قياسيا في الملاكمة الاحترافية وذلك بعد حصمه المنازلة في جولتها العاشرة وبهذا الفوز أصبحت أوكرانيا تمتلك بطلين للعالم في الملاكمة الاحترافية وهما أليكساندر أوسيك وفاسيلي لوماتشينكو أين يتوقع لهم العديد من الخبراء مستقبلا زاهرا هذه ليست سوى الخطوة الأولى هناك الكثير من الخطط والأهداف والمنازلات على أوسيك أن ينتقل من صفته كبطل للعالم إلى نجم وهذا ما سيكون بهذا الخبر الرياضي ننهي نشرتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة